ازاي تستلم ارباح اليوتيوب وامتى تقدر تستلمها? وايه هو الحد الادنى لاستلام الارباح? وازاي تربط حسابك البنكي بحساب جوجل ادسنس عن طريق الموبايل? وهل ينفع الحساب البنكي بالعملة المحلية? علشان تقدر تستلم ارباح اليوتيوب ولا لازم حساب الدولار? وهل لازم نفس الشخص اللي موجود في جوجل هو يبقى نفس الشخص اللي استلم ارباح اليوتيوب? كل الحاجات دي ان شاء الله هنجاوب عليها في الفيديو بتاع النهاردة علشان كده تابعونا لنهائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم الاخبار يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلامة ان شاء الله هنشرح شرح عملي ازاي نربط الحساب البنكي بحساب جوجل علشان نقدر نستلم ارباح اليوتيوب ولكن في البداية خلينا نجاوب على بعض الاسئلة اللي بتدور في ازهان كل اصحاب قنوات اليوتيوب المقدمين على استلام الارباح لاول مرة اول سؤال وهو امتى اقدر استلم الارباح بتقدر تستلم الارباح بعد يوم واحد وعشرين من كل شهر لو الرصيد وصل لمية دولار يعني الحد الادنى لاستلام الارباح مية دولار هتقول لي تب لو انا مسلا بعمل في الشهر خمسين دولار عشرين دولار ما فيش مشكلة بتبدأ تتجمع الارباح دي في جوجل ادسنس لحد ما توصل لمية دولار وتقدر استلمها بشرط ان انت لازم يكون حساب جوجل ادسنس مفاعل عن طريق البنكود او عن طريق اثبات الهوية وفيه فيديو مفصل اسمه تفعيل حساب جوجل ادسنس خطوة بخطوة سيبه لكم في الوصف هعلمك ازاي تفاعل حساب جوجل ادسنس يا اما بالبنكود يا اما بالبطاقة الشخصية اما بقى السؤال التاني وهو خاص بعملة الحساب هل الحساب البنكي اللي بالعملة المحلية ينفع استلم بيه ارباح جوجل ادسنس يعني لو انا من مصر وعمل حساب بالجنيه المصري ينفع اربطه بجوجل ادسنس واستلم عليه الارباح ايوة ينفع ولكن لازم الحساب ده يقبل التحويلات بالدولار من الخارج يعني انت روح البنك او اتصل بهم لهم هل الحساب ده بيقبل التحويلات بالدولار بعملة الدولار من الخارج ولا لا لو مش بيقبل هم بيضفو لك الاوبشن ده او الميزة دي في الحساب كذلك في كل الدول يعني انت لو عندك حساب بنكي محلي خلي بس الموظف بتاع البنك يفعل في استلام الارباح بالعملة الاجنبية من الخارج اما بس سؤال بعد كده هل لازم الحساب البنكي يبقى لنفس الشخص صاحب حساب الاجابة لا مش لازم ممكن انت الحساب البنكي يبقى باسمك والحساب بتاع جوجل ادسنس يبقى باسم اخوك عادي جدا ولكن بيطلب بعض الاجراءات بيطلب البطاقة الشخصية سلة القرابة حاجات زي كده كنا ذكرناها في فيديو برضو هسيبه لكم في الوصف يلا بينا بقى ندخل على الشرح العملي من على الموبايل ازاي تربط حسابك البنكي بحساب جوجل ادسنس زي ما حضرتكم شايفين احنا دلوقتي على الموبايل وتقدر تفتح اي متصفح جوجل كرون بقى اوبرا اي متصفح وبتفتح الصفحة بتاعة بحس جوجل وبتكتف فيها ادسنس يا اما بالعربي او بالانجليش واختار تاني نتيجة بحس اهي هيبدأ بقى يجيب لك الصفحة دي اضغط الاول على التلات نقط اللي فوق وابدأ اضغط على موقع سطح المكتب او اصدار سطح المكتب على حسب نوع المتصفح ابدأ علم عليها علشان يبدأ اظهر لك الصفحة كأنها من على جهاز الكمبيوتر بعد كده بتبدأ تضغط على تسجيل دخول اللي موجودة فوق دي وبتبدأ تكتب الايميل والبسورد بتوع جوجل ادسنس لو انت مسجل قبل كده بيدخل بشكل مباشر الحساب اللي انت شايفينه عليه مية وخمستاشر دولار زي ما انت شايفين فكده الحد الادنى عداء وتقدر تضيف الحساب البنكي وتقدر تستلم الارباح لو تلاحظوا فوق كده مكتوب تم تعليق دفعاتك حاليا يجب اتخاذ اجراء من جانبك لتحرير الدفعات دي ظهرت ليه ظهرت علشان انت وصلت للحد الادنى اللي هو مية وخمستاشر دولار والحد دلوقتي ما ضفتش حساب بنكي او طريق الدفع اخرى هنبدأ نضغط على الاربع شرط اللي فوق دولار وبعد كده بنختار الدفعات اهي الدفعات هيبدأ يفتح معاك الصفحة اللي حضراتكم هتشوفوها دلوقتي فتح معنا الصفحة اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي بتبدأ تضغط على اضافة طريق الدفع اهي وهنا بقى هتلاقي طريقتين لاستلام الارباح يا اما اضافة تفاصيل جديدة للتحويل الالكتروني وده اللي هو الحساب البنكي يا اما اضافة تفاصيل جديدة للشيكات اللي هو بيبعث لك شيك على البريد على مكتب البريد وده طبعا انا مش بنصح به لان خدمات البريد في الدول العربية او في باقي الدول بتبقى سقيقة جدا والشيكات دي مش بتوصل او بتوصل وبتترمى فانا بنصحك بموضوع الحساب البنكي فبتبدأ تضغط على اضافة تفاصيل جديدة للتحويل الالكتروني هيبدأ يفتح معاك الصفحة دي اول حاجة بيقول لك معرف المستفيد اختياري دي مش هتضيف فيها اي حاجة تاني حاجة الاسم على الحساب المصرفي تبدأ تضيف اسم صاحب الحساب البنكي ولكن باللغة الانجليزية لو انت موجود في الحساب البنكي بالعربي ترجمه وضيفه هنا باللغة الانجليزية مش مشكلة وهنا اسم المصرف برضو هتضيف اسم البنك برضو هتضيفه باللغة الانجليزية وهنا رمز هتبدأ بقى تبحث على الانترنت على رمز بتاع البنك بتاعك او بتتصل بخدمة العملة قلهم عايز رمز بتاعي او بتاع البنك ولكن يعني يفضل ان انت ما تكتبش رقم الفرع ما تكتبش رقم الفرع لان في ناس بتقول لما كتبنا رمز الفرع بدأ يخصم عشرين دولار وحاجات زي كده فانت اكتب رمز بتاع البنك وخلاص اما بقى عن الاختيار اللي بعد كده وهو رقم الحساب بصيغة الايبان وده لازم تتصل بالبنك وتجيب الرقم ده من البنك او بتروح البنك بيدهولك في ورقة وده رقم بيبقى مكون من تمانية وعشرين او تسعة وعشرين رقم زائد حرفين والحرفين دولار بيكونوا يعني مسلا بالنسبة لمصر اول حرفين بيبقوا تمام وبعد كده سبعة وعشرين رقم او تمانية وعشرين رقم حاجة زي كده بتبدأ تكتبهم هنا وبعد كده بتبدأ تعيد ادخال الارقام هنا كل الحروف اكتبها كابيتل سواء اسمك سواء السوفت كود سواء اسم البنك سواء الارقمين بتوع الايبان ابدأ اكتب كل ده بالكابيتل بعد كده المصرف الوسيط ما تكتبش فيها اي حاجة وبعد كده بتبدأ تضغط على حفز انا هكتب كل الحاجات دي وابدأ ارجع مع حضراتكم من جديد انا كده كتبت كل البيانات ولكن بس في تركاب بسيطة عايز اقولها لحضراتكم بالنسبة للايبان وانت بتكتب الايبان اكتبه برا الصفحة دي خالص يعني مسلا روح افتح الرسالة عادية على الرسالة الاسم اس اي حاجة وابدأ اكتب الرقم وبعد كده اخده ناس وبعد كده احطه هنا هتلاقيه زهر معاك بشكل متفرق كل اربع ارقام زهروا لوحدهم تمام وبعد كده بتنساخه تاني وبتحطه تحت وبعد كده بتضغط على حفز علم على اضافة كطريقة دفع اساسية لازم تعلم علامة صح هنا وبعد كده بتبدأ تضغط حفز اهو يبقى انا كده يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين ضفط الحساب البنكي في حساب جوجل ادسنس عن طريق الموبايل وبكده يوم واحد وعشرين ان شاء الله بعد يوم واحد وعشرين ان شاء الله هتبتدي الارباح تتحول لحسابك البنكي لو عجبكم الفيديو ما تتخلوش علنا باللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقل